اهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج ملف خاص الحكومة المغربية مستمرة في اعتماد المساهمة الاجتماعية لتضامن على الارباح للشركات التي يساوي او يفوق مبلغ ربح ياصط في مليونة درهم الاجراء تهدف منه السلطة التنفيذية مواصلة جهود تعبئة الموارد ودعم التماسك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة من خلال تعبئة كامل الامكانيات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وتعزيز تنمية الاقتصادية والإدماج وتماسك الاجتماعيين ورش الحماية الاجتماعية على رأس المشاريع التي يتأتى تمويلها بحسب الحكومة من مداخل المساهمة الاجتماعية التضامنية عن أثر هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح للشركات على الميزانية العامة وعلى توازنات المالية للمقاولات يصرني أن نرحب الأستاذ بدر الزاهر الأزرق الخبير والباحث في قانون الأعمال والاقتصاد مرحبا بكم أستاذ وكذلك يصرني أن نرحب الأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي مرحبا بكم أستاذ أهلا وسهلا شكرا لكم لتلبية دعوتي البرنامج أبدأوا معكم هل لكم تضعونا في صورة هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح للشركات من هي الفئات المعنية بها ومن هي الشركات المعفية من أدائها كما حدد الصقف كما ذكرت أن الصقف محدد بالنسبة للشركة التي فوقها رقمه 20 مليون درم تقريبا وبالتالي أن هذه المساهمة هي مساهمة كانت على شكل تلك المساهمات المفروضة على الأشخاص قبل أن يتم تجاوز هذا المعطى وبالتالي أن المملكة المغربية اليوم هي مقبلة على ورش كبير وورش تعميم الحميل الاجتماعية وبالتالي كان من المفروض أن هذا الورش بالموازنة مع تنزله مع إخراج نصوصه القانونية بإخراج بنيته التحتية إلى الوجود كان التفكير في شقي المالي والشقي المالي هو لا يكتمل إلا بأن يكون أحد أهم المشاركين في هذا الورش هي الشركات والمقاولات أن تنخارض كذلك في تمويل جزء من هذا الورش من خلال المساهمة الاجتماعية هناك أيضا مساهمات الدولة هناك مساهمات الأفراد الذين يستشاركون في هذا النظام وبالتالي هذا هي تقريبا فوسيفساء المشكلة للمشاهد المالي وبالتالي هذا خاصة حين أتحدث الآن على الشركات يعتبر من أهم ركاز المالية التي يعتمدها المشروع اليوم من أجل تنزيله وتوفير الميزانيات إلى جانب الميزانيات المرصد وطبيعة الحال مدولة من أجل تنزيله الفيلي لأن الآن نحن في سنة 2022 وقبل سنة 2023 وهناك صقف زميل محدد للورش يجب أن يكتمل فيه سنة 2025 والجانب المالي هو جانب مهم بل ويشغل إلى حدود اليوم الفكر الحكومة كيف يمكن تعبئة الموارد وكما قلت الآن الدور هو ملقى بشكل كبير على المقاولات من أجل أن تنخرط في هذا الورش هي مساهمة مالية ولكن ذات بعد وطني أيضا نعم طيب 14 مليار درهم هو فقط الرقم المخصص للتغطية الصحية من نسبة لفئة الهشة هل يمكن لهذه المساهمة الاجتماعية تغطي ربما هذا الرقم؟ أنا أعتقد بأن المغرب اليوم هو دخل في واحد الأوراش وهي أوراش كبرى هذه الأوراش متعلقة أساسا بتنزيل نموذج النمو الجديد وكذلك بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية اللي بدأ في سنة 2021 وعند تهي في سنة 2027 هذا الورش حسب الميزانيات اللي عنده خاصتنا يعني كل سنة نرشده 51 مليار درهم مشروع اللي هو مشروع في الظروف اللي هي الظروف عادية فما بالك في الظروف اليوم اللي هي خارجة من أطار جائحة كورونا كذلك تدخم العلام اللي عندنا وذلك تفاع في أسعار المواد المحروقات وأسعار المواد أولية بسفة عامة وبالتالي فأعتقد بأن هذا الأمر الذي نمشه عن الشركات هو أمر مهم جدا خصوصا أنه لن يؤثر بشكل مباشر على النسيج لمقاولات المغربي لماذا؟ لأن من كنا نرى النسيج الإنتاجي في المغربي كرقوا بأن أكثر من 92% من المقاولات المغربية هي كتشكل واحد رقم من المعاملات لا يتجاوز 3 مليون درهم هذا رقم من المعاملات ديلا فما بالك بالريح في الصافي أعتقد بأن هذه الضربة التضامنية هي تحقق ربح صافي يعني واحد ربح له هو كبير جدا أكثر من ذلك 82% من هذه المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا هي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز مليون درهم وبالتالي فإن اللي غير مشوه عن ضمن مقاولات الكبرى إما هي مؤسسة عمومية وإما مقاولات اللي هي كبهة جدا تكلموا عن الأبناء تكلموا عن تأمينات تكلموا عن التغذية يعني واحد مجموعة للاتصال يعني شركات الكبرى وهذه الشركات الكبرى هذه لن تأثر يعني بصفة العامة ناهي كعانا أن هذه المقاولات هذه تستفيد من بنيات تحتية تستفيد من يعني واحد الشغيرة اللي هي مكوات تستفيد واحد مجموعة من الامتيزة المغرب وبالتالي بأن هذه المساهمة تساهم بشأن المولودة الأمور هي أمور مهمة أعتقد بأن هذا الرقم هذا يبقى رقم يعني 13 مليار هو رقم يعني هو مهم جدا هذه الضربة هذه ممكن تساهم فيه ولكن يعني ضروري خصة نقلب على واحد مجموعة من تمويات لتكون تمويات لها مستدامة يتخلينا هذا المشروع هذا لأنه ما هو الأساسي الأساسي هو هذا المشروع التغطية الاجتماعية اللي بدأه اليوم ولكن لا نسألوه منذ خمسة ستين أو ستين أو سبسة سنين كيف لا نرى اليوم مثلا في سنة قاعدة عندنا فيها واحد مشاكل كيف نرى واحد مجموعة من الأوراش لديه مشاكل اللي هو أساسي هو أننا نبدأ هذا التغطية الاجتماعية يكون فيه الإخارات للجميع يكون فيه واحد الإخارات وهو مهم جدا ونحافظه على الاستدامة باش نحافظه على الاستدامة ضروري أننا نقوله واحد موارد مالية اللي هي قارة وأساسية نعم طيب رقم 30% من ضربة على الشركات يضاف إليه 2 ما بين 2 و3 ونصف فيها المئة هل هو يتقل ربما تحملات المالية للشركات هل يؤثر على توزناتها المالية اليوم نتحدث عن الضرفية الاقتصادية وكما أشرسي محمد بخصوص الضرفية الاقتصادية هي ضرفية أزمة أزمة لا بخصوص فيما يتعلق بالشركات أو الحكومة أو الأفراد كذلك ولكن كما قلنا نحن بالرغم من أن هناك أزمة إلا أن هناك إقلاع في مجموعة من القطاعات القطاعات السياحية قطاعات صناعة السيارات يعني مجموعة من القطاعات تحقق نسب نمو مهمة ويتوقع لها أن تحقق أيضا نسب نمو مهمة وبالتالي مسألة إدراج الشركات في تحمل جزء من عبء هذا الورش أظن هو إجراء منطقي لأنه لا يمكن أن تتحمل الدولة وحدها 100% من هذا العب كما لا يمكن أن يتحمل المواطن أكثر مما عهد إليه به وبالتالي يجب أيضا على الشركات وأظن أنه بالرغم أقول على الشركات خاصة الشركات الكبرى والمتوسطة التي تحقق أربع تقريبا هذه السنة نتحدثها المجموعة من القطاعات كما قلت السياحة وغيرها حققت نسب نمو جيدة وأظن أنه يكون رقم عملتها في آخر سنة ورقم عملت جيد تقريبا قد يرتقي إلى المستويات التي تحققت سنة 2019 و2018 إذن هذا الانطلاق أظن هي انطلاقة سليمة ولكن أيضا أنا أضم صوتي إلى صوت الأستاذ جدري بخصوص ضرورة البحث عن تمويلات المستدامة لأن هذا الورش هو مستمر وممتد زمنيا وليسا مشروعا مؤقتا أو ضرفي وإن لم تكن هناك تفكير في حلول ابتكارية وفي تمويلات ابتكارية فإن هذا المشروع قد يواجه مجموعة من الهنات ومجموعة من العقبات في مقدماتيات توفير تمويل مستدامة نعم طيب هذه السلولة المالية في نظركم المجالات التي يجب البحث فيها أكثر من أجل ضمان هذا التمويل المستدامة أظن أننا حتى نتحدث مثلا الرجوع المثلا وانا أستحضر صورة صندوق التقاعد صندوق التقاعد كانت توفر لها كتلات من كتلة أو سلولة مالية ضخمة يعني أين كانت توظف هذه العائدات يعني توظيف الاستثمار لهذه العائدات هناك مجموعة من القطاعات الآن الاقتصادية الوعيدة طاقة المتجددة صناعة التكنولوجية الخدمات الأجياء يمكن إعادة تدوير هذه الأموال فيها والاستفادة من عوائدها التي قد تكون مرتفعة جدا وقد تسهم في توفير سلولة مستدامة وتوفير كذلك استقرار مالي لهذا الورش لأنه كما قلت هذا الورش الآن هو في مرحلة تأسيس ومرحلة الانطلاق ولكن فيما بعد هو سيستمر زمنيا وسيكون خاصة أننا مقبلون لأننا نتحدثنا عن ورش الحماية الاجتماعية في أفق 2030 التركيبة الديمغرافية للمغرب سوف تتغير وسوف تصبح نسبة الشيوخ تقريبا تجاور 15% وهذا ما يعني أن تحملات هذا النظام الاجتماعي الآن سوف ترتفع وبالتالي الحاجته إلى التمويلات سوف ترتفع وبالتالي اليوم إن كنا سوف نقتصر في البداية على مساهمة الدولة والأفراد والشركات فإن سنة 2030 قد يصبح من الفروض علينا أن نبحث عن تمويلات بديلة أنا قلت الاستثمار وإعادة تدوير الأموال هو جزء منها فقط ولكن هناك مجموعة من الحلول المتاحة نعم طيب مع هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح للشركات في نظركم الحكومة في حاجة ربما لتدقيق أكثر في حجم ربح كل شركة من الشركات هل تتوفر على قاعدة البيانات التي تسمح لها بالتأكد من هذا المسألة وبالتالي استخلاص هذا القدر من المساهمة أنا أعتقد بأن الحكومة تتوفر على المعطيات يعني الإحصائيات الأساسية لتخليات مش في اتجاه هذا ولكن اللي عندنا فيه شوية واحد المأزق هو أننا خاصنا نوازن ما بأننا هذه الشركة هي شركة مغربية أو شركة أجنبية مقيمة بالمغرب شركة كبرى التي تحقق واحد الأرباح وهي مهمة جدا ولكن ما خاصش نصل واحد الوقت أننا نحق على واحد ضغط لماذا؟ لأن واحد السؤال الأخوة ستبادل لتشاهد الشركات هو أن اليوم لدينا مئات الآلاف من المقاولات المغربية ولكن نرى شركة 200 أو 300 شركة أو مقاولة هي التي تخلص أكثر من 50% من الضرائب بسفة عامة وبالتالي فإن هذه أرباح المقاولات وما صحيح أنا شكرا وحد اللوبي الضغط ضغط كبير اليوم يتأدي 31% أو 31% من الضرائب على الشركات تزدع إلى 1-2% أو 3% بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالضريبة المساهمة التضامنية بالإضافة إلى كل التحملات الاجتماعية التي تقوم بها تقاعد كل تأمين الإجبالية لكل أمور تأدي ها وبالتالي فإن بالمقابل يلقت بأن عند فواظ تكون شباب وشغل يكون مناخ الأعمال ومساهم ويجعل تقوم الاستثمار ومجموعة من الأمور التي تحفظ الضريبية أو أمور التي تعلقة بالحماية مثلا بكل ما تعلق بالمغرب أعتقد أن اليوم يجب تكون توازن لا بأن نأخذ بليد اليوم نأخذ مجموعة من الموايض الضريبية ولكن بلاد الأسرة يجب مجموعة الضريبية وتمشي في إتجاد التهرب الضريبية وهذا يجعلنا نضيع التدامنية ونضيع الضريبية على الشركات وهذا هو الأمر لما خاطر المسلولي وبالتالي فعل الحكومة هي مطالبة ونشغل واحد توازن لما يبقى بالأمر أن هذه الشركات لا نتقوم بزد ولكن بالمقابل نتقوم مجموعة من الأمور تتخلي الستثمار مستمر ومتدام خلال السنوات قليلة مقابلة طيب هو عدد كما أشار السيد جدري أنه عدد قليل من الشركات يؤدي الضريبة على الشركات والتي تمثل ربما رقم كبير يعني 30% مقابل نقطتين أو 3 نقط في نظركم أنه ربما الحكومة عليها أن تبحث عن توسيع الوعاء الضريبي أكثر من البحث عن نقط بتلا نقط للمساهمة الاجتماعية قبل التوسيع يجب أن تكون هناك العدلة العدلة الضريبية قبل التفكير في التوسيع يجب أن نفكر كيف أنه لا يجب على عدد محدود من الشركات أن تحمل العب والتيق الضريبي لا يجب على عدد محدود من أشخاص مستخدمين كانوا أموضفين أن تحملوا عب المنظومة الضريبية في المغرب اليوم يجب تفكير في كيفية إرساء نظام جديد نظام عادل ونظام شامل وأدن خارج المنظومة الضريبية في القطع الغير مهيكل أظن من خلال برنامج الحميل الاجتماعي وسعيه إلى شمول هذه الفئة أيضا بمنظومته سوف يدفع أيضا إلى التحاق بالمنظومة الضريبية وأظن أن هذا سيكون موريد إضافي لهذا الورش والإضافة إلى ذلك المجموعة من الشركات نتحدث عن الشركات الآن كذلك يجب أن يكون هناك توسيع عادي لأنه لا يجب أن نفرض ضرائب أو أن نحاول استخلاص مساهمة اجتماعية على حساب تقريض جاذبية القطع الاستثماري في المغرب لا يجب أن يكون كذلك إنما أن يكون تدرر في تنزيل هذه المنظومة الضريبية وكذلك أن يكون تكون هذه المنظومة الضريبية مارينة شيئا ما أن تأخذ بعض نظر الأزامات التي قد يعرف القطع الاقتصاد في المغرب يعني الظروف التي قد تمر بهذه الشركات يعني أن يكون نظاما مارينا كذلك حين نتحدث عن المنظومة الضريبية الآن حين نتحدث عن توسيع أظن كانت هناك مجموعة من توجهات خاصة في سنوات القليلة القديمة القليلة الماضية حين تحدثنا على أن هناك بعض القطعات التي كانت تكتفي بالتصريح أو كانت هناك تصقيف لمساهمتها الضريبية لأن هناك مراجعة من أجل إخضاعهم كذلك إلى تقييم لمداخلهم السنوية وفرض الضرائب على هذه المداخل إذا والإكتفاء بالتصريحات أو تكون هناك ضريبات مصقفة كان هناك أيضا أظن حسب ما خلص إلى الحوار الاجتماعي بضيء السنة أنه سيكون هناك مراجعة للضربة على الدخل المفروضة على الأجراء والقطع العام الموظفين أظن كذلك هناك سعي إلى تضريب جمعا من المواد التي لم تكن مضربة قبل ذلك وهذا يأتي في عوض أنني سأرفع الضرائب على المواد التي لم تكن مضربة وهذه أدن توجيهات الحكومة وأيضا توجيهات مجموعة المؤسسات المالية الدولية التي نصحت المغرب بأنه لا يجب أن نعز أن نفاقم الضغط المفروض على مجموعة من الشركات وعلى مجموعة من المستخدمين المجموعة من الموظفين إنما يجب أن نتوجه إلى القطاعات الغير مضربة إلى القطاع الغير مهيكل وإلى بعض المجموعة من القطاعات كما قلت التي كانت دائما خارج المنظومة الضربية أتحدث اليوم على أن هناك توجه إلى تدريب تجارة الإلكترونية هناك الآن حوار جد حول صناع المحتوى يعني هناك مجالات التي هي مواردها ضخمة جدا وإلى حدود الساعة هي كانت خارج هذه المنظومة الضربية هناك أيضا توجه إلى تعزيز المراقبة والممارسات التدليسية وأظن أن تصريحات الجمالي مؤخرا بخصوص تجارة الإلكترونية كانت تتجه في هذا النص وفي هذا الصدد إذن هناك هناك حركية ودينامية يشهدها تشهد المنظومة الضربية في أفق أننا بعد سنتين ثلاث سنوات قد نصل شيئا ما إلى إرساء نظام جديد يتسم بالشمولية ويتسم كذلك بالعدلة الضربية طيب يعني الحكومة تروب إجراء تكامل ربما بين هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن وكذلك البحث عن ربما فروع جديدة من أجل استخلاص أكبر قدر من الضربة في أفق إحلال ما يسمى العدلة الضربية في نظركم هل هذا هو المسار الذي تذهب فيه ونحن على نقترب من إكمال سنة من عمر الولاية الحكومية أنا أعتقد بأن الحكومة الحالية هي مطالبة بتنزيل توصيات مواضعة سخيات سنة 1913 بحيث أن مواضعة وضعية الجبائية في المغرب وضعية ضربية وتكلمنا عن مجموعة من الأمور ولقينا مجموعة من التوصيات من بين الأمور الأساسية التي كنا في الانتجاه هذا هو أن اليوم المغرب لدينا مشكلة كبيرة كل ما يتعلق باقتصاد الريع وقصاد الامتيازات بحيث أن لدينا مجموعة من امتيازات إحفاءة ضربية وهذه القطاعات التي تجعل الحكومة تضيع مجموعة من مواد المالية اليوم حان الوقت بأن هذا القطاع الريع أن اليوم يقوم التقنية لدينا تحملات من قطاع عتلية محددة تكلم عن السيانات الأرجلان تكلم عن سيطفئة على البحار تكلم عن مجموعة من الأمور التي يجب اليوم أن نخرج من القطاع الريع التي هو فيه قيمة مضافلة بسيطة بحيطة أنه كانت تشجع العقزة مجموعة من الناس يقومون بأن يتخلص المواريد اليوم يجب أن احتجاه النقص الريع النقص منه ونقص كمدنة الضريبية التي تضيع مواد على الدولة هذا أمر مهم جدا الأمر الثاني هو كل ما يتعلق بإدماج قطاع غير الموايكل في قطاع الموايكل وهذا أمر مهم جدا اليوم لدينا فرصة تاريخية في المغرب لماذا؟ لأن اليوم لأول مرة في المغرب هتكلموا عن علاقة رابح ما بين الحكومة والقطاع غير الموايكل بحاجة أن بالأمس القريب منك أنك سيد مول الحانوت ونقول أنك ستندمج في قطاع الموايكل ونرى أنه ما عنده في الربح ولكن اليوم منك يشوف أن إلا ندمج في قطاع غير الموايكل سوف يستفيد من تأمين إجباري على المرض سوف يستفيد في وقت ثاني من تعوضات عائلية سوف يستفيد من تقاعد وسوف يستفيد إن قدر الله من تعوض عن فقدان الشغل وبالتالي فإن كشوف الربح يخلص باللغة الدائج البسيطة هذه السنة يخلط 700 أو 700 دلم كمساهم مشهرية ولكن يشوف بأن بالمقابل يستفيد من إجبار عمال عنده المساهمة للناس تزاد وكذلك قطعة غير مهيكل سوف يندمج في قطعة المهيكل ونحفظ على التنفسية المقاوات التي تشغل في التجاه هذا الأمر المهم هو أن اليوم لا يوجد لعيب أن يخلصوا ضربة لهم خاصة عن الأجراء وعن الموظفين لا يوجد أن يخلصوا 31% أو 32% من درائج ولكن بالمقابل يقول لك أنا أحسن هذه الأمر مهمة لا يمكن أن هذا الموظف أو الأجير التي تقادها 5000 أو 6000 أو 7000 أو 4000 أو 4000 درام يعني هو تختار من المنبع يعني الدخل يخلص ضربة على القيمة المضافة على أي مشتلات وعلى أي سيكستلك بالإضافة إلى هذا يخلص ضربة غير مباشرة هي كل ما تعلق بي يعني يقرر ولدته في التعليم الخصوصي يمشي خدمة صحية يمشي إلى مساحة خاصة وكذلك يخرج بي بي وكذلك يمشي وكذلك كل أمر مهم وبالتالي فإن إذا نحن في الاتجاب محار اقتصاد الريع وإدماج قطعة غير مهيكل وأن الناس يحسون بأن مواطنين يستفيد من العائدة الضرائب هذه أعتقد بأن ممكن استعوى الضريب لن نجعل مهمة في السنوات قليلة المقبلة وكذلك قبل أستاذ بطر كل ما يتعلق به موايد قار ومستدامة لأن اليوم نجلب 1-3 مليون وكذلك رائب والعام لا تكون 3 مليون العام 4 أو 5 مليون يعني تكون الاستدامة وتكون اليفوليوسي وتكون افتياجات تجالية وإيجابية إلا الأمر مقبل بها أقوى أن تخبط فهذه مجموعة من إصلاحات بدأ 1984 وكذلك لدينا مواندرات اليوم مواندرات السخات اليوم نرى 2016 اليوم نرى 2022 تقيم 3 سنوات صحيح على الضرفية هي ضرفية غير مواتية وكذلك جائحة وكذلك مجموعة من الأمر وكذلك لا يمنع بأن نخصم توجه صحيح تكون لدينا إرادة حقيقية نحو التخيم تكون عدالة جبائية لجميع مواطنات ومواطنية هذه البلد نعم طيب أشار أستاذ جدري بأن القطاع غير مهيكل هو خزان واعد بالفرص التي يجب استغلالها ربما في المرحلة المقبلة من أجل توفير السيول التي تغطي ربما النقائص للتحدث على مستوى المالية العمومية في نظركم بضل التحفيزات الحالية كما أشار تغطية الاجتماعية الحماية الاجتماعية للأشخاص المشتغلين في القطاع غير مهيكل هل تحفز على إقبال أكبر إلى الدخول إلى الجانب إذا شئنا القول إلى جانب المنير من هذه المعادلة أظن أن أستاذ جدري تحدث عن المناظرة الصخيرات وأنا أقول في نفسي هل نحن بحاجة إلى مناظرة جديدة لأن الجائحة استخلصنا جمعة من الدروس واليوم نستخلص دروس أخرى من هذه الأزمة التي مر بالاقتصاد العالمي والاقتصاد المغربي أيضا إذن اليوم نحن بحاجة إلى مناظرة جديدة من أجل إرساء قواعد جديدة هي مخالفة كليا لما كان موسى عرف عليه قبل الجائحة لا سواء بالنسبة للحكومة المغربية أو بالنسبة للأفراد فالجائحة مثلا جهة الجوائح والأزمات العالمية التي من المنتظر أن يشهدها العالم والمغرب أيضا خلال السنوات المقبلة في مقدمتها أن يكون هناك نظام للتعويض عن فقدان الشغل أن يكون هناك تعويض للتطبيب أن يكون هناك خدمات جيدة بالنسبة للتطبيب وهناك سهولة في الوصول إليها وهناك تغطية للمصارف المصارف الطبية والشبهة الطبية إذن حتى المواطن المغربي طور وعين خلال الجائحة وخلال الإزمة حين رأى أن الدولة قد دعمته خلال الجائحة وحافظت على قدرته الشرائية وأنه يمكن أن يستمر هذا الدعم إذن كانت هناك منظومة حماية اجتماعية قوية وأنشئت هذه المنظومة بتوجهة من صاحب الجلالة وخرجت نصوصة شرائية اليوم المواطن أيضا كما قال أستاذ جدري يفكر من هذا المنطلق من المطلق رابح الآن هناك إجابة على ماذا سأربح من هذه المنظومة هناك إجابة وهو ما يفسر الإقبال على هذه المنظومة ولا توجد هناك احتجاجات أو إعراض عن الانضمام إليه الآن نفكر في الألية الإجرائية الألية التمويلية هناك الشريع هناك إشكال يمطروحة بخصوص العرض الصحي بخصوص البنية التحتية وموكبتها لهذا الورش الضخم ولكن هناك أيضا مسألة التمويل فالتمويلات هي تهم بالأساس هذه البنية التحتية تهم الموارد البشرية تهم تعبئة تهم الاستمرارية أيضا وتهم أن تكون هناك رؤية استشرافية للتحذير التي قد تواجهها المنظومة المنظومة الاجتماعية خاصة في الشق المالي المستقبلي هناك الآن سوف تنضم فئات ضخمة إلى المنظومة الضربية وهي التي لم تكن تؤدي شيء إلى الضربة أو إلى الدولة قبل ذلك إذن هذه فرصة أيضا دون مجلسع وعاء الضربية ولكن يجب أيضا بالموازات مع البحث عن المصادر أن يكون هناك شق يوجه إلى الحكامة الرشيدة وإلى التدبير حسن التدبير في بعض الأحيان قد تكون لدينا الموارد المالية ولكن الذي ينقصه في بعض المراحل هو التدبير وسوء التدبير قد يؤدي إلى اختلال هذا المنظوم فيما بعد وإلى اختلال مواردها المالية إذن بالموازات مع البحث عن موارد يجب أن يكون هناك تدبير أمثل ومعقل لهذه الموارد وهو الذي قد يكون ضمانة لاستدامة هذه المنظومة ولقيمها والطلع بمهمها التي سترت لها ولتحقيقها أيضا للأهداف المرجوة المنتظرة منها طيب يعني في كل ضرفية صعبة نجد أن هناك خيرات كبيرة للمقاولات والشركات خاصة الكبرى منها على شكلة مثلا صندوق الجائحة وهذه الهبة الكبرى من أجل المساهمة فيه هل في نظركم نذهب في ذات الاتجاه بنسبة للمقاولات حاليا المعنية بهذه المساهمة الضريبية التضامن أنا أعتقد بأن الحكومة اليوم هي عندها واحد الاستراتيجية اللي هي بعيدة المدى ولكن استراتيجية بعيدة المدى هي كل ما يتعلق بأننا نخرج توصيات دموانات تسخيات لأرض وجود وكينات الأمر هذا سوف يتطلب 1-5 أو 10 سنوات مقاولات التي تساهم بشكل كبير ولكن في انتظار هذا الأمر الحكومة هي مضطرة أن تقلب على واحد مواد جديدة وبالتالي بأن الحل لديها سريع المدى وقريب وأن تشعر المقاولات كبيرة جدا كندوق المقاولات اليوم لأن المقاولات تحقق معدل الأرباح أكثر مليون الدرهم وصاف للأرباح وبالتالي فإن هذا كندوق عن قطع البنكي تكلم عن قطع التأمينات نتقلم عن الانظام الغدائي عن الاتصالات هذو هما المقاولات الكبيرة في المغرب هذه مقاولات كذلك من أن نرى أنها مقاولات مع الجائحة وقال أن هي المقاولات الأقل تأثيرا أو أقل تأثيرا حتى أن تأثيرا أكثر من ذلك أن المقاولات تستافذت من هذا تأثيرا على الاتصالات أو كل تتعلق بالأخوال المنطقة وكل تستافذوا من الجائحة لأن حق أرباح مهمة جدا وبالتالي فإن 2% أو 3% هي ماشية بشكل كبير خاصة لأن المقاولات تعرف بأن تستفيد من 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 أعمال ومهم جدا وتستفيد من بيان تحتية مهمة مثلا نتقل على شركة سيارات لكن في طنجة مثلا لماذا تقل تخطي 1% 2% أو 3% من صحف أرباح لأن عارق لأن ستستفيد من طريقة أخرى التي هي غير مباشرة وبالتالي فإن اليوم الحكومة مطالبة بأمر أساسي وأن تمشيفة الاتجاب لأن تكون عندها موالد آنية لأن تتمول المشاريع التي عندها أساسية هذا مهم جدا وانتظار أن ننزل توصيات المواند للتسخيات وقالون الإطار الضرائم التي مكين على أرض وجود يوم أن ننزل هذا ندخل قطاع غير الموايكل ونحب اقتصاد الريع أو أخرى لنوصل إلى مستوى للويعاء الضريب وواسع أعتقد أن قانون المالية في السنة المقبلة بالمقارنة مع مخارجات الحوار إجتماعية سيجيب تعديلات ضريبية خاصة كلما يتعلق بالطبقة المتوسطة لأنها تخفيف في الضريبة على الدخل وبالتالي هذه كلها أمور التي يمكن توسع من وضعاء ضريبي بالنسبة للحكومة المغربية طيب في نظركم المقابل الذي يمكن أن تتحصل على هذه الشركات جراء هذه المساهمة وجراء انخراطها في الأورش الاجتماعية قلنا بأن هو القطاع الغير المهيكل ربما يمكن أن يحفز بتغطية اجتماعية وكذلك حماية اجتماعية بالنسبة للشركات الكبرى هي تخرج من أزمة تخرج من ضائقة صحية في المقابل يعني التحفيزات التي يمكن تحصل على المطرف الحكومة أول شيء التحفيزات هو أن لم يحتوى من خلال منظم من خلال نظام الحماية الاجتماعية الجديد الذي على الأقل سوف يحافظ شيء ما على قدرة الشرائية لمجموعة طبقات المشكلة المغاربة يعني في هذه النقطة خاصة أن جزء من مصارف العلاج كانت تتقي الكاهل المواطن المغربي وكانت تؤثر بشكل كبير على قدرتها الشرائية إذن هذا إسهام غير مباشر في دعم القدرة الشرائية وبالتالي دعم الاقتصاد المغربي أيضا ولكن لا ننسى أن هذه الشركة لا تنتظر أن تستفيد فهي تستفيد وفعلا تستفيد من مناخ الأعمال تستفيد من الاستقرار تستفيد من البنية التحتية التنافسية والقوية على المستوى الشرام الإفريقي ولمستوى إفريقيا ككل تستفيد من هذه العمل التي تقوم بها المملكة المغربية في إطار خلق الشراكات وخلق معادة تابدو الحر للأشياء يعني الربح هو ربح موجود وبالتالي هو سعي من خلال هذه المساهمة إلى ترصيده ومساعدة الحكومة ومساعدة الدولة المغربية على تنزيل مجموعة من الأورش ليس يكونوا لديها نعكاس لأن حتى نقول بأن حين يكون هذا الورش حماية الاجتماعية معم فهو أيضا سوف يشمل مجموعة من الشركات ومجموعة من الشغلين داخل الشركات الذين لم يكونوا يخضعون للحماية الاجتماعية وبالتالي هذا حل لهذه الشركات التي كانت دائما هي عرضة للإضرابات عرضة للمجموعة من المشاكل المرتبطة بغياب أنظمات التقعود بغياب أنظمات الحمال الاجتماعية بغياب تأمين الإجباري على المرض وبالتالي أيضا الشركات هي بالمقابل سوف تعطيج 3% ولكن سوف يكون هذا العائد هو عائد مباشر وكما قلت أيضا غير مباشر مباشر على الاقتصاد المغربي حيث قد يدفع على الأقل إلى تحسين شيء إنما القدرة الشرائية للمواطن المغربي خاصة إذا تم رفع دعمه بالنسبة لمساعدة العائلية بالنسبة التقعود بالنسبة للمتقاعدين وكذلك بالنسبة للمصاريف الطبية هذا قد يزيد من القدرة الشرائية للمواطن المغربي ولكن أيضا بالنسبة للشركات قد يمثل لها مجموعة من الحلول بخصوص كما قلت أنظمة التقعود وذلك الأشياء خاصة نكما نعلم أن عدد كبير من الشركات المغربية إلى حدود اليوم لم تكن تصرح بالمستخدمين لم تكن تصرح إذا تساهم في صندق التقعود وهذا كان إشكال بطرح وبالتالي هل الآن الدولة المغربية تقدم حل لهذه الشركة عن طريق مساهمة بسيطة سوف تساهم بها وسوف نحل مشكلة كبيرة لطالما أرقى المغري ولا طالما أرقى الاقتصاد المغربي ولا طالما أرقى أيضا المقاولة المغربية نعم طيب نمكن أن نقول بأنه هي حلقة ربما تتكامل أنه توفير صيولة مالية من أجل دعم الاجتماعي للفئات يعني الهشة سيطور ربما المؤشرات الاجتماعية التي من بينها ستؤشر كذلك وتطور مناخ الأعمال وكذلك تدعم وتحفز المستثمرين على القدوم هي حلقة تتكامل أنا أعتقد بأن اليوم قعدنا واحد للحلقة وهي دائرية الحلقة هذه دائرية لأن أي اقتصاد كيفما كان نوع دياله إذا لم يكن طلب على الاستلاك سيكون إنتاجية وليس لن يكون ضرائب لن يخلصها لن يكون أرباح وليس لن يكون ضرائب ومالتالي فإن أساسي هو أن نشجع الاستلاك لن يمكن أن نشجع الاستلاك أساسي هو أن نقوي القدرات الشرائية للمواطنين بالنسبة الناس الذين موظفين وموظفين تقوي القدرات الشرائية لأن تحاول أن تقسم ضربة أو أن توفر لهم أمور أخرى التعليم الصحة الترفية هذه أمور مهمة النقل لأن يمكن يمكن أن أن التعليم إجتماعية والمواطنين أمور الملغط الملغط ومتقد التقاعد الذي يسهل 400 أو 500 أو 600 أمور أمور إذا تقوم تقوم مغربية تصنع هذا أمر لا يمنح أن تكون هناك مستوى لأنك تكون تحويلها تحويل مجموعة من الأمور. وبالتالي فإن العصب الإقتصاد هو الاستيلاك. هذه الاستيلاك ممكن أن يمشي إلا عن طريق قضوات الشرائعة المواطنين. قضوات الشرائعة المواطنين إما أننا نخفضوا اليوم من ضريبهم. وإما أننا نحاول أن يمشيهم وليس يحويلهم اليوم. لأن مثلا نغدى ونغدى 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 بسيطة. هذه الموظفة تقدم مثلا 1.000 أو 7.000 درام. اليوم يمشي له ممكن أن يمشي له 1.000 أو 4.000 درام. يمشي له مصاريف من ضرورية. يمشي على التعليم، يمشي على الصحة، يمشي على النقل، يمشي على الترفيه. إلى الغداء بعد الغداء. اليوم جماعة المحلية قاموا بالدورهم. وعطونا 1 مسابح بلدية. وعطونا 1 سباسفير لكينين في المدينة. يمشي على نقل حضاري. اليوم مثلا يمشي على أزمة المحروقات. وعطونا 1 نقل حضاري بجودة مهمة. لا أعتقد بأن المدينة يمشي على العمل. ولكن يمشي على الصيادة. لأنه لا يوجد 1 نقل حضاري. يستجيب على أزمة المدينة. وهذا أمر مهم جدا. كذلك لو قلقا بأن هذا التعليم عمومي ومزيان. أو أن التكلفة للتعليم الخاصة. كنحيدة له من الحساب للضريبة. أو الواجهة للخدمات الصحية كما تستطيعون. هذا التعليم. سيكون لديه 1.000 درم أو 4 درم. وهي فائل. يمكن أن يستهلك في أمور أخرى. وبالتالي فإنه يستهلك مجموعة من المنتجات. وهذا هو الأمر. لأنه يدل اليوم مثلا. مثلا مجتمع استلاكي كالمجتمع الغربي. خاصة المجتمع الأمريكي أو المجتمع المغربي. من يمكن أن يكون هناك أثناء المنظمات. عندما نرى هذه المجتمع الغربية. يمكن أن يكون هناك ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة سنوات. لأن استلاك قدرها لها مهمة. وكذلك في المنظمات يتعلمون. اليوم الذي أساسي هو أننا نقوي قدرات الشرائطة المواطنية بشأنها يستيقون المتجات لأنه مهم جدا هو الاستيلاك إذا كان الاستيلاك ضعيف سنقوم نظره في حلقة ونقوم دائما بشأن هذه المقاوات الكبيرة هي تمول لنا ضرائب هذه المقاوات وحسب أنها الدرق ضريبة يكبير عليها تقوم بأمور تدليسية للغش الضريبة والتهرب نعم طيب يعني تقوية الاستيلاك الداخلي يقود أن نبشر للحديث عن القيمة المضافة هل تعنى كذلك هي الأخرى بأي إصلاح أو بأي مراجعة؟ أكيد أكيد حين نتحدث عن ضريبة القيمة المضافة نتحدث عن حلقية الاقتصاد هناك منتج وهناك مستهلك وهناك دولة تستخلص الضرائب حين نتحدث عن ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 20% من المنتجات فنرى أن هذه القيمة تساهم بشكل كبير في موازنة الدولة وبالتالي إذا ارتفع الاستيلاك حتى هناك جزء من الفرضيات وجزء من القواعد التي انطلق عليها إحداث منظومات الحماية الاجتماعية وهذه المساهمات الداربية الملحقة بها لأننا في المغرب أو الاقتصاد ككل نطمحه إلى رفع الاستيلاك بمقابل رفع الاستيلاك ولكن إذا كان لدي الاستيلاك مرتفع والاستيلاك منخفض فهذا خلل بالنسبة لما داخل الدولة أيضا فالآن دولة استثمار من خلال دعم مشتر الحماية الاجتماعية ودفع الشركات إلى الاستثمار أيضا في مشتر الحماية الاجتماعية هو دفع باتجاه رفع الإنتاج توفير المناخ وحفظ المواطن من أجل مضاعفة الاستيلاك والاستيلاك هو حسب الاقتصاد في المغرب فإن كان كما قال الأستاذ توفر هامش للمواطن المغربي مالي من أجل صرفه في مضاعفة استيلاكه سيكون لهذا التوجه إنعكاس إيجابي سواء على هذه الشركات وهذا ربح أيضا يمكن إضافته إلى الربح الذي سبقا تحدثنا عنه بالنسبة للشركات ولكن أيضا إلى الدولة الدولة التي خاصة المغرب ونحن نعلم أن 99% من مداخل الدولة هي مداخل ضريبية بالأساس فلا مفر لنا إن أردنا مضاعفة مداخل الدولة إلا ترجيع الاستيلاك تحدثنا على ضريبة على الدخل وضريبة على الشركات ولكن اليوم نتحدث أيضا عن ضريبة على القيمة المضافة ضريبة على القيمة المضافة هي عصب موازنة الدولة فيجب تفكير في مضاعفة الاستيلاك حتى ذلك المتقاعد لأن في فترات السابقة قد يكون هناك نظام لتقديم خدمات صحية للمواطنين ولكن حين يبلغ نصر التقاعد في عدد كبير منهم لم يكن يتوفروا لهم حتى ذلك الدخل البسيط 500 أو 600 درهم وشعر من مرة شفنا أن ناس عندهم 300 و200 درهم عن أي قدرة شرائية نتحدث في الغرب نتحدث أن القدرة الشرائية تصل إلى مدها مع سين التقاعد حين لا تبقى هناك تحملات للمواطن عنده شقة وعنده سيارة وما عنده مصاريف كثيرة وبالتالي تكون القدرة الشرائية في القيمة وفي الأوج نحن في سين التقاعد دائما كانت القدرة الشرائية في الحديد لعدد كبير من الشرائح المواطن المغرب اليوم أظن من خلال منظومات الحميل الاجتماعي على الأقل سوف نوفروا كتلة مالية محترمة بالنسبة للمتقاعدين من أجل صرفيا خاصة نعلم أنهم يعني يجبوا توفير لهم مجموعة من الخدمات الخاصة المرتبطة بالسين المرتبطة بالمارض المرتبطة بالحاجيات الخاصة لهذه الفئة أنا كما قلت هناك مجموعة من الدراسات خاصة نبقى في الشق المتعلق بالمسنين لأنهم أحد أكبر المستفيدين من أنظمة الحميل الاجتماعية في أفوق 2030 و2040 سنتحدث عن ظهور اقتصاد جديد في المغرب ما هو الآن الظاهر في أوروبا وفي غيرها من الدول هو اقتصاد الشيوخ والاقتصاد الشيوخ هو فرصة الاقتصادية هذه الدول من أجل تحقيق موارد إضافية أظن أنظر المغرب من خلال المنظومات الاجتماعية الجديدة ومن خلال النظام الضربية يجب أن يستثمر أيضا في اقتصاد المسنين واقتصاد الشيوخ لأن هذه الفئة التي ستشكي بين 12% إلى 15% من المجتمع المغربي ستكون لديها قدرة شرائية كبيرة وبالتالي سوف تدفع بعجرة الاقتصاد إلى الأمام إذن المنظومات الحميل الاجتماعية هي منظومة في أساسها وفي جوهرها هي اجتماعية ولكن لديها أبعاد اقتصادية لا سواء على موازنة الدولة أو على الشركات أو حتى على الأفراد نعم طيب حاليا المساهمة تقتصر على الشركات وفي جربة سابقة كذلك شاملت حتى الأشخاص الذاتيين أصحاب الدخول المهنية في نظركم هل يعني طبعا نعلم أنه الأجراء وكذلك موظفيها الدولة هم عدد كبير وربما يستخلص مداخل كبيرة منها هل يمكن أن تعود الحكومة لهذا الإجراء يعني أن تشمل حتى الأشخاص الذاتيين وما أعتقد في جربتين يعني في الحكومة السابقة في سنة 2013-2013 كنا طبقنا على الدخول دي الموظفي ولكن كانت فقط الناس يعدم أكثر من 20 ألف درهم في الأجر درهم بنا كنت نشوفها النسبة للناس اللي كيتقادوا 20 ألف درهم يعني على النسيج المغربي كان قاوية أنه لا تشكل واحد دزد كبير وبالتالي فإن القاوية في القرب بأنه لا تكون مساهمة لهم اللي هي كبيرة غتخلي غير أن المقاولة تتخلي واحد مجموعة من الأمور أنهم يقوموا بواحد المجموعة من الأمور لكن في بداية المشروع كان اخترحها يعني مبلغ 10 ألف درهم شهريا بعد ذلك في المناقش في عثناء المناقشة قانون المالية طلعوها إلى 20 ألف درهم ولكن القوية أن هذه الأموات ما مخدمش أنا أعتقد بأن الأمر اللي هو أساسي اليوم حدنا اليوم في المغرب هو توسيع الوعاء الضريبي لأن اليوم حدنا هو أننا خلقوا التروى هو أننا خلقوا واحد قيمة مضافة بسبب قصد الوطاني لأن هذه الأمور يجعلنا نغدى بغدى مثلا الأمر مهم جدا مثلا سنرى واحد السلعامي أنه كان يشتري قصد عواما في البادية كانت تحول إلى مرة أولى كان قيمة مضافة أولى كان يشتري واحد سلع تقليدي مثلا كان يحولها المرة الثانية كانت تمرر واحد سلعاد لإنجاج أربع أو خمس مرات وبالتالي أن قيمة مضافة كانت تكون ثلاث أو أربع مرات يعني اليوم الضريبة ستخلص خمسة أو ست مرات هذا هو الأمر يعني في نهاية المطعف الضريبة ستخلصها يعني وهي مهم جدا ولكن هذا الأمر هذا اليوم لم يعدنا لأن قيمة مضافة لأن قصد الوطن يعني عموما فيها ريع فيها قطعة غير موايكة هذه الأمور كلها تعيق تطوض الاقتصاد الوطني وبالتالي اليوم ما عندنا اليوم نرى أمر آخر هما يخلصوا واحد ضريبة اللي هي حقيقية يعني ما فيها لغشة نهائية لأنها تقطع من المنبع بالمقارنة مع إما مقاولات فرضية أو مقاولات صغيرة جدا أو صغيرة أو حتى مقاولين داتيين حتى اليوم يقول لك أنا إلى خيارتي أن يكون موضاف يكون مقاول داتي وعنده إمكاني أن ينجح غيمشي لمقاول داتي لأن يخلصوا 1.5% أو 1% من الضرائب هي لا تقارن مع 30% لكي خلصوا 1.5% أو 1.5% أو 1.5% أو 1.5% في خطاع الخاص وبالتالي فإن الأمر هذا هو أمر مهم جدا وبالتالي فإننا أعتقد أن اليوم خاصة نشوفوا في اتجاه كوعدنا وعاء ضريب وهو موسع وتكون كوعدنا وعادة ضريبية وكيانات الأمور هذه لا يمكن أن تتأتب إلا عن طريق 1.5% تعليم وهو جيد وعن طريق عرض صحيلي ومهم جدا بإضافة لكل ما تعلق بالترفي هذه الأمور ثلاثة هي أمور مهم جدا لما يمشي نشوف الأمور ثلاثة هذه سننظر في حلقة مفرغة وكل مرة ندعو الإصلاح هذه نتائج إلا مشقة أنفس نعم طيب في نظركم أن المساهمة الاجتماعية التي تضامن على الشركات يجب أن تكون ربما محطة أخيرة في سلسلة من الخضوات التي يجب أن تتخذها الدولة وليس ربما بداية لمجموعة من المحطات لاحقة نعم تكون موازية لماذا؟ الموازية لأنه لا يمكن أن نتصور إصلاح أن ننتظر إصلاح مجموعة من القطاعات قبل أن نصل إلى مشروع لتنزيل الحمير الاجتماعية بالعكس الحمير الاجتماعية كانت تطلب ملح لعقود ولسنوات وللأسف كانت هناك كل حكومة تلقي بالكرة إلى الحكومة التي بعدها ولكن حتى جاء تدخل الملكي وحسن في الأمر لأن خاصة وأظن أن حتى الصياق الدولي الجائحة والأزمة الآن هما سرع المرور إلى تنزيل هذا المشروع وتنزيل فعلي عواد التنظير له فقط إذن كما قلنا الآن بالإضافة إلى التنزيل الآن مررنا لمرحلة الإجرائية هناك مجموعة العرض الصحي مثلا على سبيل المثال وكما قلت هنا دائما السؤال نتروح هل العرض الصحي باستطاعته أن يساير سرعة التنزيل لورش الحماية الاجتماعية أي الآن سوف نضخ هذا الحماية الاجتماعية تقريبا سوف يشمل تقريبا 20 مليون مواطن بأسرهم بأبنائهم هل ما يتوفر من العرض الصحي سواء لمستوى البنية التحتية من المستشفية الجامعية أو جهوية وكذلك من مستوى الأطور هل بإمكانه تلبية هذا الطلب والحفاظ على الجودة هذا تحدي كبير وبالتالي يجب أن تكون سرعة تنزيل سرعة تحديد البنية التحتية الصحية والعرض الصحي أن تكون أسرع من تنزيل الورش الحماية الاجتماعية كذلك التعليم حين نتحدث عن التعليم لأن المغرب يخسر كثيرا بأن النظام التعليمي لا زال لم نتوافق على نموذج تعليمي واضحين للمعالم أن كل سنة تقريبا مع كل حكومة يأتي تصور جديد للنظام التعليمي في المغرب فما أكثر البرامج الاستعجالية وما أكثر الخطط الإصلاحية وفي هذه السنة أيضا هناك مجموعة من الخطط أظن أننا تجاوزنا مرحلة الباشلور التي لطالما تحدثنا نفس السنوات الماضية ثم عودنا إلى النظام الكلاسيك الذي كان معمول به يعني هذا يكلف المغرب ويكلفه زمنا ويكلفه مالا ويكلفه جهدا أظن يجب الحسن في هذه المسألة مسألة العرض الصحي خاصة ومسألة العرض التعليمي بالموازات مع ورش الحماية الاجتماعية لأن هذا الأورش الثلاثة هما الآن الذي سيحددون معالم مغرب المستقبل نحن خارجنا من الأجمة وأن هناك نموذج نموذج جديد وأن هناك إرادة ملكية واضحة وأن هناك حكومة متناغمة متناصقة ضرفية صعبة شيئا ما ولكن هذا يجب أن تنسينا أن هناك مجموعة بالإيجابية التي قد تدفعونا باتجاه الحسم النهائي لأن هذه الإشكالية المترحة المغرب منذ سنة 1956 التعليم الصحة الحماية الاجتماعية إذا قدرنا الآن أننا نحسمهم مع ورش الحماية الاجتماعية نحسمهم مع المحارض الصحي وللقونا موذج تعليمي حقيقي متوافق عليه ورش براء باتجاه التنمية حقيقية ومستدمة في المغرب نعم ضرفية اقتصادية العالمية تفرض مجموعة من التحولات خاصة قطاع المحروقات لمواجهته الدولة أو الحكومة يعني تصرف دعم للمهنيين في نظركم هل هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن يمكن أن تكون ربما عجلة إنقاذ في كل مرة احتاجت الميزانية العامة لمساهمات حاليا المخصصات ستوجه إلى ورش الحمال الاجتماعي في مستقبل يمكن أن نعود إلى هذا الإجراء من أجل أمور أخرى صحيح صحيح بأن اليوم بشكل أوتوماتيكي سنذهب للموازنة البلاد القوية أن الحكومة كانت مخصصة 11 مرياض الدرهم في صندوق المقاسة هذا ما كان بقانون المالية وبالتالي بأن التوجهات تقول بأن المداخل التي ستجلب ستخصص 11 مرياض الدرهم في صندوق المقاسة في صندوق المقاسة يمكن أن تقلل 40 مليار بالإضافة إلى أن الدعم للنقالية لم يكن دخل نهائي لأن الدعم للنقالية لم يكن دخل نهائي وبالتالي فإن الحكومة يمطلبها بأنها تقلب على حلول من أين ستجلب الموايد المالية هذا المساهمة الضريبية ممكن أن تكون كحل بشأن في آخر المطاف تكون عزيز ميزانية وضعية صعبة جدا ولكن ما هو أساسي هو أننا يجب أننا هذه الحلول هي حلول تلقيعية هي حلول مؤقتة حلول ممكن نحلل بها لسنة أو سنة ولكن ما هو أساسي هو أن السنوات المقبلة يجب أن نلقى حلول مستدامة وحلول ممكن أنها اليوم لدينا جوش أو هذه هي مهمة جدا لدينا أورا الورجل لدينا تنزيل نموذج الجديد لا يجب أن ننموذج المحل الأول 4% منتج الدخلي الخام على الأسل من المرحلة السرعة الكبرى بعد 4 أو 5 سنوات سيوم 10% منتج الدخلي الخام وهذا أمر رقم لهم رقم دخم جدا بالإضافة إلى الورج الحماية الجماعية التي تحتاجنا فيه 51 مليار الدرهم كل سنة على الأقل 6 سنوات وبالتالي بالإضافة إلى التحموات التي هي تحموات استثنائية التي تحتاج إلى 2 مليار الدرهم في نوق المقاصة أو جوشة مليار الدرهم في النقال تحتاج إلى الكهرباء اليوم، وكسب وطنين الكهرباء اليوم ستعرف أموال لكي نستعد الكهرباء بالنسبة للأسر والأفراد تحتاج إلى كل تحموات الشمعية، وبالتالي فإن الأمور يؤمر صعبة ممكن أن المساهمة تضامنية المقاوة أنها تساهم بوحد قسط ولكن ما أساسي هو أن أخصنا نخلق التروى وخصنا نخلق قيمة مضافة إلى السنوات قائلة المقبلة لكي نكون لدينا واحد وعادة يريد أن يكون كبير وكون هناك مساهمة للناس تكون هناك مساهمة مهمة جدا كما قال أصد مدر أن المداخل هي مداخل الاستثبار لدي الإصلاح النظام التعليمي، إصلاح النظام الصحي، إصلاح عندما التقاعد إصلاح النظام الجبائي، هذي يقول له أمور لي كم كدوا علاية وعادة الباكيج اللي أخذتهم بكامل لكي نوصلوا إلى بر الأمان إذا ما قلنا كنظروا يعني هم قاقوا نظروا بوحد خلقة مفراغة وابقوا دائما عندنا واحد مشتكي ونحتاجوا مرة أخرى إلى موادات الأخرى أو إصلاح الآخر لكي نحاول نخرجوا من عقل الزجاجة نعم طيب حاليا عجز الميزانية يتجاوز 70 مليار درهم يعني ممكن أن تصحوا لي الرقم إذا كان غلط في نظركم كيف يمكن تغطية هذا الحجز الذي هو كبير جدا يوازي رقماء الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي الآن نحن نتحدث عن ضرفية استثنائية وبالتالي حتى نتحدث عن العجز فهو عجز استثنائي إذا قارننا بقية موازنات التي مرة بين المغرب خلال العقدين الأخيرين لم تكن تصل إلى هذا المستويات دائما كانت مستويات مقبولة خاصة وصولا إلى سنة 2020 الآن انطلاقا من السنة المقبلة المغرب أو الحكومة هي تعول عن إقراع اقتصادي حقيقي تعول على أن هذه الأزمة الآن التي تسيم الاقتصاد العالمي والتي تؤثر عليه بشكل سلبي سوف تتراجع وبالتالي أن حتى قيمة ما هو مرصود لمواجهة الأزمة سوف هي تراجع وبالتالي للمساهمات الضاربية للشركات سوف ترتفع لأن تحدثوا على نمون مستمر ومضطارد ابتداء من هذه السنة خاصة المجموعة من القطاعات في مقدمة القطاع السياحي في مقدمة القطاع الصناعي يعني الدولة هي تعول بشكل كبير على ارتفاع في المداخل الضاربية رأى هذه السنة رأى بالرغم مش مكنوا واقعين بالرغم من أن هناك الأزمة وهناك الأزمة الاقتصادية لضربة مجموعة الشركات إلا كان هناك ارتفاع في المداخل الضاربية ولولا أن هذه الأزمة التي تطلبت من الدولة ضخ ملاير الدراهم في صندق المقصة لكان هناك أثار إيجابي على موزنة الدولة ولكن للأسف جاءت هذه الأزمة لأن نتحدث عن أزمات مزدوجة أو أزمة أولادية هي أثار الجائحة والأزمة الفلاحية والأزمة الأوكرانية الروسية أثرت بشكل كبير ودفعت إلى هذه المستويات القياسية لا سواء في التضخم أو في عجل الموزنة الدولة أو في عجل الميزان التجاري المغربي إذن اليوم الحكومة تقريبا توقعت أن تكون سنة فلاحية وموسطة على الأقل وبالتالي سوف ينخفض حجم تأثر موازنة الحكومة لأن لن تكون هناك ميزانيات مرصودة بشكل كبير للدعم كما هي مرصودة هذه السنة كذلك بالنسبة للقطع المحروقات نتوقع أن تكون هناك استقرار في أتمينات المحروقات أو بالتالي سوف ينخفض حجم التعم وسيكون هناك ارتفاع في المداخل الضاربية لا سواء من خلال مسألة الأداء أو النمو المتوقع الإيجابي متوقع للشركات ولا من خلال دخول فئة جريدة إلى المنظومة الضاربية المغربية وبالتالي كذلك لا ننسى أيضا المداخل الواعدة لمجموعة من المؤسسات العمومية أو خاصة مثلا حين تحدثت عن المكتب الشريف للفوسفات الذي حول 8 مليار درهم ومتوقع أن يحول هذه السنة 12 مليار درهم وأن يحولها مبلغا أكبر السنة المقبلة إذن هناك مجموعة من المداخل من أجل التحكم في هذه العجزة تداء من السنة المقبلة نتمنى أن تكون على الأقل توقع هذه الإيجابيات لتحصل في ثلاثين تانية كيف هي التحكم في هذه المؤشرات الماكرو اقتصادية لإقتصاد المغربي؟ أنا أعتقد بأن المؤشرات المقبلة اقتصادية في المغربي هي مؤشرات تقفح المستويات التي هي مقبولة بعد هذه السنة هذه عدنا وعدة الدخم لي وصل 5% وعدنا عجز ميزانياء وكل ما هو إيجابي كيف ما قال أستاذ بضر وهذا هو مهم جدا هو أن اليوم بعكس دواد الجوار دينا لا يمكن أن نقصدهم من الخارج بشأننا نخلص أجر موظفين أو مثلا نخلص أجر موظفين أو أجر مواد غدائية اليوم عجز ميزانياء يوصل إلى 7% أو 8% ولكن ما هو أساسي هو أن بالمقابل عدنا واحد من حجم استثماري هو مهم جدا أن العقدات يصل إلى 1.2.75 عمالة الدرام لا بأس أن نمشي واحد السيدانة بأم توقع أن نستدين 1.180 درام ولكن هذه السيدانة هذه ستعود علينا بالنفع السنوات المقبلة أن هذه الاستثمارات العمومية ستعود بالنفع لدينا قدرة أن نؤدي هذه الأقصاد للديون بشكل عادي كما كانت في السنوات المقبلة وتبنوا أننا السنوات المقبلة تكون الضرفية أحسن لنخرجوا ما الجائحة بأقل الأضرار هذا ما نعمل جميعنا شكرا جزيلا شكرا أستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي شكرا موصول لكم أستاذ بذر الزاهرة الأزرق الباحث في قنون الأعمال والاقتصاد شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيبة المتابعة وإلى اللقاء